طيب زي ما قلنا دلوقتي عايزين نشوف مع حضراتكو توضيح شريحة أسعار البنزين في يناير وفبراير ويوليو في السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ومصر كنت بأتكلم معاكم في البداية أن الأسعار زايدة في هذه الدول على الرغم من أنها من الدول الأوائل المنتجة للبترول ولكن الكلام ده من إمتى؟ الكلام ده من شهر واحد وشهر اثنين اللي فات فزي ما حضراتكو هتشوفوا دلوقتي في الصورة شوفوا الأسعار وشوفوا حضراتكو الفرق الفرق في الأسعار ما بين السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ومصر بنزين 95 بنزين هناك طبعا هناك عندهم بنزين 91 الفرق كبير والفرق كبير وبادئ من بدر يعني هما معاليين الأسعار من بدر يظل فيه فرق ما بين مصر وباقي الدول على الرغم من أن مصر مش من أوائل الدول المنتجة للمواد البترولية لكن حتى الآن يظل فيه فرق إلا طيب عايزين نشوف سعر لتر البنزين بالدولار في عدد من الدول العربية والأجنبية لأنه برضو مقياس لأنه احنا شوفنا الأسعار عاملة ازاي بنشوفها عندنا ولازم نشوف كمان عند الناس عاملة ازاي ده السعر بالدولار المملكة المتحدة معدل 3 دولار المتوسط العالمي دولار و 47 سنت الولايات المتحدة الأمريكية دولار 32 سنت الامارات دولار و 23 سنت وباقي الدول زي ما حضرتكم شايفين قطر والبحرين والكويت والأسعار عاملة تعال شوف في مصر نص دولار ده برضو سعر السولر كمان في المملكة المتحدة في اسرائيل في تركيا في الولايات المتحدة في الامارات في روسيا في قطر في البحرين في السعودية برضو يظل السعر في مصر هو منخفض لكن بكل تأكيد مع سعر السولر المثبت بقاله سنتين ونص ودلوقتي اضطرت الدولة ان هي تحركه مؤكد هيكون في زيادة في تعريفة الركوب